اشتركوا في القناة وفي مقدمتها تغير المناخ ولكن أيضاً لعوامل أخرى كت الموارد المائية تشح تشح ونحن من بين البلدان اللي خاصناً ندبروها ندرة الماء في المستقبل فلذلك كنت هناك سياسة وطنية للماء وعياً بهذا الموضوع تميزت الغالب الديناميكية والاستباقية والهدف منها هو ضمان الأمن المائي لبلادنا ونحن نعرف بلدنا نتذكر أهمية استراتيجية السدود اللي كان بدأها جلالة ملك الحسن الثاني واللي كانت واحدة استراتيجية استباقية كما قلنا وكان الهدف منها تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح والشرب وتنمية السقي أيضاً هدى المعالجة دي القضية الماء فيها جوج مراحل مواجهة استراتيجية والمواجهات الاستعجالية عدم تكون فترة الجفاف ولا تكون إشكالات دي التدبير دي الماء خاصة في الصيف اللي احنا كنعيشه وهذا كيوقع كل سنة فلا بد أن أشير إلى أن عادة الماء كتتحكم فيه جمعة الأمور كتتحكم فيه الطلب وكتتحكم فيه العرض ونحن نعرف أن العرض الموجود سنوياً سنة على سنة العرض يقل عن الطلب سنة بعد سنة كيكون عندنا العجز بين العرض والطلب ولذلك احتجنا إلى استراتيجية حقيقة لتجاوز هذا الإشكال في هذا في هذا الإطار جاءت عدد من من الدراسات لبينات بأن حصة الفرد المغربي من الماء تنهار فترة بعد فترة في 1980 كان كمية الماء متوفرة تساوي 2500 متر مكعب في العام للفرد في سنة 2000 نقصات من 2500 1010 متر مكعب للفرد يعني قل من نصف من 1998 حتى 2000 في 20 سنة من 2000 في 2013 دراسة في 2013 نقصات 720 متر مكعب سنوياً الفرد معناه ذلك هذا إشكال ما هذا إشكال ماشي إشكال بسيط هو إشكال استراتيجي حيوي طيب على ماذا نشتغل اليوم اليوم نشتغل على تحيين المخطط الوطني للماء كان واحد المخطط الوطني للماء الداد اليوم هناك اشتغال في تحيين المخطط الوطني للماء لماذا؟ لأن كان عندنا قانون خاص خصاً هذا المخطط الوطني اللي كان قبل القانون خصاً كيفوهم على القانون الجديد خاص بالماء وهذا المخطط الوطني غادي يمشي لألفين وثلاثين اللي غادي يعمل بش يحل هذه الإشكالات ديال الماء هو غادي يتم العرض دياله إن شاء الله على المجلس الأعلى للماء والمناخ اللي الرئاسة دياله كتكون جلالة الملك لكن قبل ذلك هذي يكون التشاور حوله في في اللجنة الوزارية واحدة اللجنة بين وزارية إعدادية خاصة بالماء والمناخ كتسمى اللجنة الوزارية لماء والمناخ هذي اللجنة الوزارية إن شاء الله أتعهد بعقدها في شهر شوتنبير شوتنبير السيدة الوزيرة الوزير ما قل سهل شوتنبير باش نقشوا عدد من الإجراءات المرتبطة بتحيين مخطط الوطني والماء ولكن اللي غادي هذي حين غادي ياخد واحد شوية دلوقت شنو هي الإجراءات في دل مخطط اللي غادي تتقز عليها واللي هي من الآن كين تركيز عليها شنو هي المحاور ديال الاستدرك أولاً مواصلة سياسة السدود هذه ما عندنا لها ضرورية لأن تعبئة المياه السطحية مواصلة سياسة السدود وإحنا قلنا بتصرع الحكومية ثلاثة سدود كبيرة سنوياً وخمستاشر عشر سدود صغيرة سنوياً في أفق خمس سنوات حسبش حال إذن خمستاشر شد كبيرة دي ثلاثة في خمسة خمستاش هذي اسمه وغلب هذه السدود جزء كبير منها دراست ديال وتمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر